بسم الله الرحمن الرحيم وحلقة جديدة من برنامج صحتك صروتك أنا بقيت بستنى الحلقة بتاعتكم من الجمعة للجمعة لإني بحس إن فعلاً يوم الجمعة ده ونبتدي برنامج صحتك صروتك دي حاجة بتضفلي وبتضفلكم حاجة جديدة إحنا برنامج بتاعنا اسمه صحتك صروتك لإن إحنا اتفاني إحنا بنتناول كل ما يخص الصخة في البرنامج بتاعنا بطرقة مباشرة أو غير مباشرة وبنربط كل ده بالحلقة الاقتصادية بتاعتنا عشان كده برنامجنا صحي اقتصادي بنتناول الحاجات بتخص الصحة سي على سبيل المثال اتكلمنا قبل كده على الثقافة الدوائية اتكلمنا في آخر حلقة عن الديباتيك فود اللي هو القدم السكري أو اتكلمنا بصورة مباشرة بصورة غير مباشرة عن الدواء كنا بنتكلم عن صناعة الدواء واتفاني الحلقة اللي فاتت إن إحنا عندنا مسلس اسمه مسلس الصحة والمسلس ده يظهر قدام كل الوقت على الشاشة المسلس ده عبارة عن مسلس فيه تلات أركان عبارة عن الغذاء وعبارة عن الرياضة وبعد كده بيجي الدواء أو العلاج واتفاني الدواء العلاجي في المرتبة التالتة وكل دول مرتبطين بالحالة النفسية اللي الواحد عايش فيها الحالة النفسية بتؤثر تأثير مباشر على الغذاء أو على الصحة بتاعتنا المسلس موجود قدامك على الشاشة المسلس ده زي ما اتفاني عبارة عن ثلاث أركان عبارة عن غذاء ورياضة وعلاج والثلاثة مرتبطين بالحالة النفسية اللي احنا فيها النهاردة احنا هنربط الرياضة بالغذاء وعلشان كده هيكون ضيفنا وضيفكم النهاردة دكتورة هيدي مراد أخسائي التغذية العلاجية دكتورة هيدي سابع الفول عليك صح جميل هو بس هو حقيق مش أخسائي التغذية العلاجية وبس واستشار التغذية في النهم كسحاتك صروتك نحن انتفقنا الحالة اللي فاتت اللي حاجة كنت معنا فيها ان احنا حاجة جزء اللي هي تجزب من دولة جاتنا حاجة هتبقي الاستشارة التغذية العلاجية بتاعتنا دكتورة هيدي لو تفتكري اخر حالة كنا عملينها من حول تلات أسعبية وكنا بنتكلم على السنة في الأطفال وعايز أحكيلك موقف حصل معي أول موقفين حصلوا معي إحنا ستولنا الحلقة يوم الجمعة كنت أنا يوم الاتنين ماشي في الشارع وقابلتني ستة كبيرة في الشارع قايت لي يا دكتور عايز أشكور أنا معرفهاش وقفيتني قايت لي أنا عايز أشكورك جميل جدا وقايت لي خير يا حاجة قايت لي البرنامج بتاعك اللي كنت تتكلم فيه عن الفاصل فود أو الوجبات السريعة البرنامج كانت حلقة أكتر ممتازة والدكتور اللي كنت طالع معي بتقدم معلومات قيمة جدا والنبي يا دكتور بطلعها معك تاني ده شيء يشرفني يا دكتور والموقف عدة وبعدين بيومين ثلاثة ليت الموقف بتكرر بشورة تانية حد رجل كبير في السنة وبتاع قال لي يا دكتور أنا نفسي تيجي عندي البيت أنت والدكتورة هيدي وتقول للأولاد الصغرين بتقول أنا مساوي وأخطار الفاصل فود أو الوجبات السريعة إحنا حريك لو تفتكر المرة اللي فاتت حقيقة كنت عايزة تضيفي حاجة بالنسبة للسنة في الأطفال خلينا نبتد حلقتنا النهاردة بأن إحنا نعرف الأول يعني إيه سنة تاني وحقيقة الإضافة اللي إنت عايزة تضيفيها في السنة في الأطفال تفضل يا فتا الصباح الكير صباح اللي عليك إحنا اتفقنا أن السنة هي زيادة أو تراكم الدهون بصفة يعني بشكل زيادة في الجسم الإنسان سواء طبعا على الأطفال أو الكبار صراحة أنا جالي تليفونات برضو كثيرة جدا من الناس اللي تفرجوا على الحلقة في حاجات بساطتني وحاجات زعلتني إحنا كان كان اتسألت عن حاجات كان بعض الناس تسأل عن المياه الغازية هو ده اللي كنا عايزين نضيفه فطبعا المياه الغازية مضرة جدا نسبة السكر فيها عالية جدا ويمكن كان فيه قبل كده برضو نزل زي تحط كده تقييم للسكر يعني مثلا المياه الغازية وبتساوي قد إيه كباية سكر مليانة فطبعا هي حوالي نص كباية سكر نص كباية سكر فطبعا ده بالنسبة للسكريات بالنسبة للمياه الغازية السو ده بقى بالزيت طبعا مضرة جدا للأطفال بالزيت لأنها بتحتوي على نسبة عالية من الفوسفور اللي هو بيعمل بيستبدل الكالسيوم العظم فبيسببها شاشة العظم شاشة العظم يبقى أول حاجة شاشة العظم وده موقف حصل يعني أنا شفته شخصيا ده كان طفل عنده 11 سنة وقع بسيطة جدا فحصل له كسر مضاعف لما دخل الدكتور عشان يركب له حتى الشريحة والمثامير كان طلع بيسأل الأهل أنتو يعني ده عنده 11 سنة إزاي عضمه هش بالطريقة دي لأنه مش عارف يركب حتى الشريحة والمثامير فكان رد الأم والأب أنه هو بيشرب المياه الغازية دي زيها زي المياه أو زي اللبن يعني ما بيشربش لبن هو بيشربها من هو صغير فطبعا ده يوري إزاي أن هي فعلا مضرة جدا ده أنا أضيفك معلومة تانية ده فيه ناس ما بتشربش ما بتشربش إلا مياه الغازية يعني هم خلاص ما بيشربوش مياه خالص وكل حياتهم عايشة على المياه الغازية دي من أخطر الحاجات حتى بره مصر يعني هو بره برضو المياه الغازية أرخص من المياه يعني الكنز أرخص من ما تشتري الباطل بتاعته طب هو اللي هو بيتكتب عليه زيرو نوكا لرزو الكلام ده كله يعني لا ما هو هو بيحتوي برضو على الفصفور ونفس الموضوع يعني هي مش مفيش فرق إحنا بس عشان ما نمنعش يعني الواحد ما يبقاش حاسس أن هو محروم فبنقول آه بناخد الحاجات دي بس بكميات معقولة يعني مش لازم كل يوم فيه ناس مع كل وجبة لازم ده أزيف أقولك أنا أعرف ناس أعرف ناس معرفة شخصية مش تبوش مياه خالص هو عايش على المياه الغازية وعايز أقولك إن الموضوع بيوصل معهم لمرحلة الإدمان برضو يعني هو لو مش مش مياه الغازية ما عنده مشكلة كبيرة جدا أنا عايز أقول بس حاجة زعالتني كده في مكالمات برضو إن فيه أم هات بقوا يكلموني يقولولي أسأنا مش بقدر على الطفل أنا بس عايزة أقول حاجة يعني أنا لما سألت أم مثلا بقول لها هو عندي وقدقيه الطفل أنت مش قادر عليه قالتلي في قولة ابتدائي طب إحنا لو مش هنقدر على الطفل وإحنا وهو لسه سبع سنين طب يعني معلش يا ما يكبر هنعملي الكوة الشرائية في إيد مين في إيدنا بالضبط يعني إحنا لسه إحنا المتحكمين في الكوة الشرائية يعني هو الطفل مش بيبقى معاه فلوس هينزل يجيب لوحده فما نتهمش الطفل بس هو عارف حقيقة أنا لقى تفسير برضو هو العيب مش في الطفل العيب في قولها الأمور زي ما اتفقنا طبق ده هتلاقيها بتعاني برضو مع ابنها في المدرسة اليوم اللي عيط فيه ما تضوش المدرسة هي العاطفة بتغلب عليها شوية بس هي لازم تبع عارفة أن هي كده بتضر طفلها بزر لأنه هو لازم تبع عارفة أنه ده ضر تمام طيب إحنا كده خلصنا الجزء الخاص بالسمنة في الأطفال عايزين ما نروح على السمنة في الحوامل الموضوع ده أنا شاهد فيه صعب لأنه عكس بعضه هل فعلا فيه سمنة في الحوامل وإزاي نقسها يعني إمتى نقول إن الست دي عندها سمنة وهي حمل تمام إحنا مبدئيا كنا تكلمنا في أول حلقة عرفنا إزاي نعرف إذا كن في حاجة اسمها مؤشر الكتلة نفكر الناس إنه هو بنقسم الوزن على مربع الطول فبنعرف إحنا فين من مرحلة السمنة تمام الضرر موجود من قبل الحمل من قبل الحمل بالضبط لو فيه سمنة قبل الحمل فدي مشكلة لأنها يعني لو مؤشر الكتلة أعلى من 29 ده دراسة عملت بيقلل نسبة الخصوبة بنسبة 4% فهي علاقة عكسية سمنة تزيد خصوبة تقل يبقى نسبة حدوث الحمل بتقل بالضبط كم خلينا نقول حصل حمل حصل حمل لو حصل حمله أصلاً أوريدي أو يعني المرأة دخلة على الحمل وهي أصلاً في سمنة دي طبعاً مشكلة كبيرة جدا تمام لو فيه نحافة أو فيه يعني وزن مثالي فنسبة زيادة الوزن في أثناء الحمل يا جماعة في 9 شهور هي بتتراوح من 9 لحوالي 12 كيل يعني هلتوقتي بقى هنتناول أخطار السمنة قبل الحمل وأثناء الحمل قبل الحمل التفقن أن هي ممكن تدخلها في عدم خصوبة صح؟ هنتكلم اللتي في الحمل بقى أثناء الحمل دي بتبقى أول نصيحة الدكتور بيقولها أن لازم تخسي علشان نزود فرصة الخصوبة أو يحصل حمل دكتور أنا متهيئة لأي تخصص دلوقتي أول حاجة بيسألها لازم تخصص بصي أنا قبلت كل تخصصات قبلت أنفو أذن وقبلت عدم وقبلت قلب وقبلت كل أول حاجة يقولك لازم تخص لازم تخص بالضبط كده خلاص ده قبل الحمل أثناء الحمل إزيادة طبيعية قلنا بتتراوح من 9 كيلو لـ 12 كيلو آه يعني هي لو إزناها مثلا 70 كيلو المفروض أثناء الحمل توصل لـ 85 كيلو ده الأفريج اللي هو بنتكلم عن متن لكن لو هي نحيفة أصلا ليها لحد 16 كيلو تزيدهم مثلا تمام وليها تزيدهم لأن هي أصلا بتبقى دخلة يعني بتبقى طبيعة الجسم اللي هي أصلا نحيفة آه حاجة بتكلمني على طبيعة جسمها إن هي نحيفة آه لو هي دخلة الحمل وهي أصلا نحيفة ليها زيادة أكتر فممكن توصل لـ 16 كيلو أصلا هو النحاف هنا فيه حاجتين في هي بتبقى طبيعة جسمها نحيفة وفيه قريدي واحدة بتبقى عاملة ضيت فهي نحيفة آه خلي بالك لأنا ما قلناش عندها سوق تغذية نقول هي جسمها أصلا طبيعته عندها الحرق عيني تأكل أكل صحي وكل حاجة بس هي جسمها نحيفة فدي مش هيبقى عندها مشكلة اللي هي بتبقى في مؤشر الكتلة أقل من 18 بالضبط تمام تمام فدي لها إن هي تزيد طبعا كتير لكن لو هي مؤشر الكتلة مثلا من 25 لـ 30 لأ بنخلي بالنا قوي في زيادة الوزن لأسناء الحمل بس هاك أو حتيلي بحالة إحنا ممكن نعملها إحنا مش عايزين كله وبعد كده هنطلعون السم عايزين نتكلم عن نحافة لأن من وضع نحافة برضه مشكلة آه طبع خلينا بعد ما نخلص السمنة في عمار مختلفة بالنسبة للإنسان هنخش بعد كده في النحافة نرجع تاني لموضوع السمنة واتفاقنا أن السمنة في الست الحامل لو زادت أكتر من 10 كيلو أو 12 كيلو دي مشكلة لو توينز يعني ممكن توصل طبعا لـ 20 كيلو توينز يعني توقع آه يعني لو هي حامل في التوقع ممكن يوصل لـ 20 كيلو 20 كيلو بيحصل طبعا تفاوت يعني بيحصل أن الستات بتزيد أكتر من كده بس الفكرة أن هي عشان ترجعهم بعد الحمل هي دي المشكلة طب هي بتزيد ليه يعني بزيد 10 كيلو عشان إحنا عندنا مقولة شهيرة اسمها أنت بتاكلي الاثنين ودي مقولة خاطئة تماما لا بس هو بس هو ساعة الشهياتها بتزيد شفاية لا 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 هو علميا طبعا في أول ثلاث شهور المفوض أن الشهيات بتقل لدرجة أن فيه حوام بيقل وفي الوزن أول ثلاث شهور نتيجة للغسيان أو طبعا إحساسها أن هي عايزة يعني يعني بتبقى ملهاش نفسي للأكل في بعض الأصناف مش قادرة تيجي جنبها ده في أول ثلاث شهور طب بصي أنا معلش هكلمك كأن مشاهدة عادي مواطن عادي جدا أنا نهاردة ستت وزنها 60 كيلو تمام نفوض أن هي حامل وزن الجنين كام أربعة خمسة كيلو نفوضت بوزنها 65 كيلو صح؟ هو الوزن الطبيعي للطفل يتروح من يعني تلاتة ونص يعني أربعة ده بنعتبره يعني تلاتة ونص خدها على الستين يبقى تلاتة وستين ونص هو ده اللي أنا فيها يعني هل ده صح؟ فيه طبعا سوائل حوالين الطفل وهم دول التمانية كيلو اللي بتنزلهم الحامل أول ما بتولد يعني إذن الطبيعي أن الست أثناء الحمل على نهاية الحامل تبقى زادة من 10 إلى 15 كيلو بالضبط كيلو طيب حيث قصرت نقطة مهمة جدا طب هيا نفوض الست الحامل نفوض تتابع مع الدكتور تغزية ما هو برضو عشان ما نخش في حتة الأوبازيتي يعني حتة السمنة أو حتة النحاف أو أنها بتاكل حاجات مش صحية هل هنا المفروض أن الست الحامل بتجيلك في العائلة بتاعتك وتتابع معاك؟ هو ده المفروض بس ما بيحصلش في مجتمعنا لسبب أن حتى كلام الناس اللي حواليها بيبقى لا أنت حامل عندنا الحاملة حاجتين تقعد ما تتحركش وتاكل كتير لا تقعد ما تتحركش يعني هل ده أحرم نقول لبعضينا ولا الدكتور بيبقى لك لا الدكتور بيقول كده في حالات معينة يعني لو فيه مثلا إجهاض متكرر لو فيه بليدي النزيف لو فيه حاجات معينة طب لو ما فيش كده لو ما فيش كده لا بتاعتك حيات طبيعية تمارس حالية عليها جدا وممكن تمارس رياضة أصناء الحامل إحنا حريك زمان كانت الستة الفلاحة بتبقى يعني معلش بتشتغل في الغيط وبتعمل كل حاجة وبتغبص في الفرن وكل حاجة وهي حامل بالعكدة بتولد أسهل لأنها فعلا ممكن تلاقي الستة الصبح بتروح الغيط وأخذ مرة بتولد إذا نحنا ما نمنعش الرياضة على الستة الحامل بس بارد بتاعت متخصص بالضبط لو هي بتمارس الرياضة قبل الحامل فهي هتكمل بس بطبعا بتمارين معين لكن لو هي مش بتمارس الرياضة قبل الحامل لأ ما تروحش جم وهي حامل ولله لكن تعمل إيه؟ تعوم يعني السباحة من الحاجات يعني بتعلي اللي بتمرس راضي قبل الحامل تأكيد ما بتعومش يعني عشوك إنها تكون بتعوم تمشي في الهواء الطالق تمشي آه يعني لكن ما تجيش مثلا هي ما بيكونش أصلا بتمارس خالص الرياضة أو مش بتروح جم قبل الحامل وتيجي تقول أنا هروح أثناء الحامل بالنسبة المشي في شهر التاسع بيقولوا للدكتور دائما بينصح الست أن هي تمشي كتير في شهر التاسع يقول لا امشي على قد ما تقدري عشان ده بيسهل عملية الولادة كمان تمام هو الرياضة إحنا أول ثلاث شهور طبعا بيبقى فيه حرص شديد عمتا إنه يبقى فيه حركة يعني لأن برضو هي الست ما بتبقاش عارفة طبيعة جسمها بتبقاش عارفة نفسها صح تمام تمام صوصا في الحامل الأول تمام فإحنا بننصح بعد الشهر التالت آه يبقى فيه ماشي يبقى فيه استنشاك الهوى الطبيعي ده مهم جدا طبعا يبقى فيه تمرينات زي تمرينات اليوجا حلوة مثلا دي برضو من الحاجات المهمة جدا على فكرة عملت دراسة عندنا هنا في مستشفى الجلاء التعليمي يعني على أن هما مبارسة اليوجا أثناء الحامل وإزاي إن هي خلت الستات تولي الطبيعي أكتر وإن الأطفال تطلع زكية أكتر دي كانت عندنا معمولة عندنا بص أنا معرفش حيك كنت النهاردة هتكلمين فيه ولما جيت أحط المثلس الصحة للسادة المشاهدين المثلس ده جات للفكرة بتاعته من حالة اللي فاتت تكلمنا في المثلس عبارة عن غذاء ورياضة وعلاج حيك بتؤكديلي النهاردة المثلس بتاع الصحة ده شو حيك النهاردة بنتكلم في الحامل عن حاجتين عن الغذاء وعن الرياضة حيك بتؤكدي جدا أنني أضع رياضة تمام طب خلينا نقول هي النهاردة المفروض بس حيك أصبت نقطة برضو ما نفعش أننا نفعوتها هي المفروض أن هي تعمل كده تتابع من حد متخصص بس هي ما تعملش كده ما إحنا عايزين بقى من المنامج بتاعنا أنا شايف أنه ده مهم جدا زي ما تروح الدكتور النساء مفروض تروح الدكتور تغذية لو هي في زيادة في الوزن لازم تتابع متابعة يعني لو هي ما فيش زيادة وقدرة أن هي تاكل الغذاء الصحي أو تسمع البرنامج بتاعنا أو أن هي تاخد معلومات وتقدر تمشي عليها خلص ما فيش مشكلة لكن لو في زيادة في الوزن أرجوك ولازم متابعة لأن زيادة في الوزن أثناء الحمل بقى لها مشاكل كتير جدا زي مثلا الحمل السكري أو أنه يحصل سكر الحمل ده ممكن يحصل أثناء الحمل ده نتيجة برضو أنها ما بتمرس الوزن وعندها أبيوز إن هي دخلة أصلا الحمل وهي عندها زيادة في مؤشر الكتلة أو زيادة في الدهون يعني من ضمن الأسباب الرئاسية لسكر الحمل إن هي دخلة وهي عندها زيادة في الوزن أكيد لأن فيه اترابات في هرمون الإنسولين بتبقى موجودة فبالتالي بتأثر فبتعمل سكر حمل فيه ستات مقتنعة أنه لا ده سكر الحمل ده أثناء الحمل فقط وبعد الحمل بيروح هو ممكن بيحصل كده بس ده مؤشر إن هيجيلها سكر هيجيلها سكر يعني يعني هي مش معنى إنه سكر الحمل ده كان زيادة أثناء الحمل ومثلا بعد الحمل الدنيا زبطت شوية لا لو هي حملت تاني أو كده خلص هي هتدخل في سكر ده أكيد وكده ممكن تجيب للطفل كمان سكر تمام يعني الطفل نفسه هتولد برضو بيعاني من مرض السكر حاجة بتنكلف من ضعف منتها الأمام ومنتها الخطورة يعني شايف إن حاجة اللي حد نقولها دي زي كده ما متروح لدكتور نسا لازم تتابع مع دكتور تغذية لازم ده إيه بسيه حاجة إحنا نتكلمنا عن رياضة وقالنا مفهود تعمل إيه طب عزين بقى نتكلم على التغذية ونتكلم هنا على التغذية السليمة أثناء الحمل إيه الممنوع وإيه اللي ممكن تكله تمام هو عادة برضو دكتور النسا أحيانا بيبقى عنده هو برضو زي سكيديول أو يعني جدول بالتغذية السليمة ومفهود إنه هو يكلم الحامل في الموضوع ده ما عرفش طبعا هل معظم الدكاترة بيتكلمه فيه ولا ما بيتكلمهش فيه والله أنا ما قبلتش حد يعني بس اللي أنا عرفه إنه هو ما بيقوله الممنوعات يعني هي على الأقل بيتكلم في حتة الممنوعات صح صح كلام يعني دي لازم يقولها لأن طبعا دي بتسبب خطر لشغله هو إنه هو طبعا الجنين ممكن يحصل فيه تشوهات أو يحصل مشاكل بس قبل ما حاجت استرسلي في الحوار حاجت بتقولي معلومات قيمة عايز بس أقول للسادة المشاهدين إنه فيه رقم الدكتورة هدي على الموجود على الشاشة اللي هو زيرو 12 80 10 9 9 8 أي حاج يسترسل أي حاجة الدكتورة هدي بعد الحالة هتتواصل معاه وترد عليه تماما نرجع تاني بقى حرق لل زيرو 12 80 10 3 9 8 بيصح حولي طب هايك نرجع تاني للتغذية السليمة أثناء الحمل والممنوعات التغذية السليمة مش معنى أنا باكل لتنين يعني عشان بس المقولة دي أنا أنا أكل كتير وأكل أي حاجة أنا عايز أكلها لا الفكرة كلها أنا بزود سعراتي الحرارية بس من حوالي لتلتمائة ربعمائة وخمسين سعر يعني لو أنا قريدي مفروض جسمي محتاج ألف ومتين سعر وإحنا اتفقر برضو في الحلقة الأولية يعني إيه السعرات يعني إن كل نوع من أنواع التغذية بيدي طاقة معينة تمام فإحنا مفروض كل واحد بيحسب السعرات الحرارية بتاعته وقلنا أسهل طريقة للحساب إن أنا أضرب وزني في 30 سعر حراري يعني كل كيلو لـ 30 سعر حراري إن الحلقة الجاية فقرينا حضراتك إن إحنا المعادلات دي كلها نكتبها على السعر ومشتين عشر جزب مهم جدا يعني فإن المفروض أزود السعرات بتاعتي من حوالي 300-450 سعر في اليوم ودول بيكونوا أكل صحي برضو فإحنا بنخلي الحامل تاكل خمس مرات مش ثلاث مرات تمام تمام بنحرص بقى إن إحنا ناخد طبعا الحاجات الأساسية اللي هي المفيدة جدا أولا طبعا البروتين مهم جدا 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 لبناء جسم الطف تمام البروتين يعني يا جماعة يعني بيض 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 أساسي مهم جدا البيض كمان فيه كالسي فيه مادة اسمها الكولين ودي مهمة جدا لأن دي بتزود الزكاة عند الطف هنتكلم مع ركاة حيكة للزكاة في الجنين جبنا الأريش من الحاجات اللي البروتين فيها عالية جدا بس الناس برضو ساعد تقول لحمة هنجيب بروتين كتير منين لحمة وغالية لا جبنا الأريش موجودة وسعرها كويس يمكن من أعلى نسب البروتين حتى أعلى من اللحمة يعني جبنا الأريش نسبة البروتين فيها قاعدة تمام عندنا طبعا السمك مهم جدا 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 بس مش السمك المعلب عشان بس برضو ده من الممنوعات تمام أي حاجة فيها مواد حفظة أي حاجة مواد حفظة ونسبة الأسدير أو كده بتبقى زيادة في الحاجات اللي هي المعلبة الأسماك المعلبة زي التونة أو السردين أو الحاجات تمام اللحمة والفراخ اللحمة والفراخ تمام فده بالنسبة للبروتين فيه بروتين نباتي طبعا اللي هو البوكوليات زي الفول زي العتس ودي مصادر مصادر البروتين بالزبط كده تمام فده من الأهم الحاجات حريك أصارت حاجة معلش مش ممكن أنا في وقتها حاجة بتقولي إن ممكن فيه حاجات تزاود زكاء الجنين صح؟ إيه بقى من الحاجات دي اللي ممكن تزاود زكاء الجنين أو ممكن الحاجات للستة تخدها الحامل تزاود زكاء الجنين عندها تمام الحاجات اللي بتزاود الزكاء عندنا البيض قولنا مهم جدا الحاجات اللي بتعتمد اللي هي فيها مادة الكولين تمام عندنا الأسماك علشان الأوميجا سري فدي مهمة جدا وحمد الفوليك اللي هي أصلا من لايه إن الستة بتاخده كدواف فأول الأهم طبعا عندنا السبانخ كل الحاجات اللي تحتوي على الحديد طبعا عالي سبق أنك تفاح كده بلح البروكلي من الحاجات القوية جدا الحاجات اللي هتلاقي إن الناس يعني إيه مش رايحة لها قوي طبعا عندنا اللبن مهم جدا وخالي الدسم على فكرة عشان برضو الكلاب يقولك لأ إحنا مش محتاجين الدسم في حاجة إحنا بنشرب لبن عشان الكلسيو يا جماعة صح الكلام يعني اللبن والزبادي بنخضهم عشان الكلسيو القشط اللي على وش اللبن ممكن تتشروي بقى اللبن خلي الدسم بالزبط فإحنا يعني عشان برضو الناس إيه لا يعني خاصة الأمهات الكبار بقى لا لازم تشربي اللبن اللي هو إيه القشطة بتاعته قد كده ده عشانك وعشان الطفل لا إحنا مش محتاجين الدسم في حاجة خاصة الخضار بأنواعه طبعا وطبع الصلة الخضراء بالزيت من الحاجات المهمة جدا طبعا هو إحنا لما بنيجي في آخر الحامل بنلايه الطفل ما بيتحركش شوية أو عايزين نخليه تحرق أو نتيست الموضوع ده فدايما الدكتور يقول لها كل حاجة حلوة سكريات بس دي جماعة علشان السكريات بيختبر هو بس الدكتور الحركة بتاعت الطفل بس خليبالك هي لازم للأم ما تصعبش الموضوع على الدكتور ليه ما هو الدكتور عايز يأكدها سكريات بس هي لو كانت دخل على الحمل وهي عندها أوفر ويد أو عندها زيادة وزن فده يؤدي لزيادة السكر عندها وإحنا مش عايزين كده يعني إحنا الأساس في الأول قبل الحمل أنها جسمها ما فيهوش سمنة بالضبط ومش معنى كده أنها تاكل جاتو وحلاوة والكلام ده يعني معلقة عسل أبيض حلوة بس تعرف حاجة بتقولي إيه أكتر حاجة استفدتها النهاردة إيه هو الكام وليس الكيف الكيف وليس الكام يعني أنا أعتمد على الكيف ومش الكام طيب ست ولدت خلاص ودخلنا هو فيه حاجة بس بعد البروتين طبعا فيه الكاربوهيدريت اللي هي النشويات مهمة جدا بس الكاربوهيدريت الصحية برضو اللي هي المعقدة مش السكريات اللي هي برضو الحلويات والحاجات دي لا اللي هو الرز وخاصة الرز البسماتي مثلا من الحاجات الكويسة الفريك من الحاجات الكويسة جدا الشوفان من الحاجات الصحية جدا اللي لازم برضو تبقى في الفطار بتاع ممكن تبقى بوجود الفطار وبرضو ده من الحاجات اللي بتزود الزكاء عند الطفل فاحنا بناخد فروتين بناخد الكاربوهيدريت اللي هي النشويات لازم الوجبة تبقى بتحتوي على كل العناصر الغذائي بس يا دكتور هيدا أقولي حضرك على حاجة بجد والله هو المشكلة أعرف فيه احنا عندنا هناك مصر إيه إن احنا فيه ثقافة التغذية مش موجودة عندنا تمام وعايزين نعمل محاكة حلقة بنتكلم فيها عن الثقافة الغذائية الثقافة الغذائية إيه دي وأنا أقولك على حاجة نفوك إن نفدينا بيها سلسلة حلقاتنا مع حضرتك يعني خلينا نقول إن احنا ممكن نعمل الحلقة الجاية عن الثقافة الغذائية هو إزاي نتعامل مع الغذائية وإزاي نهنا نعتمد على الكيف وليس الكم إيه حاجة الحاجة التانية بصي كل كلام ده ممكن يبقى كلام معلش في الهواء بس أنا قبل ما هطلق منك طلب بحول حاجة حاجة لو بصيتي حاجة بتأتي حوارك وقلت إنها ستاتنا في الصيد أو في الأرياف ستة بتبقى صحيح حاجة تشوف حتى الأولاد لا أصحاء عن المدن وده يؤكد حاجة بتقول إن هي بتأكل بوت كتير وبتأكل جبنة كتير وبتمشي كتير وما بس غلطته منه هما طبعاً الولادة متكررة يعني بسرعة لدي عزوة فدي طبعاً بتقلل طبعاً الكيمة الغذائية بتاعت هما بيعتبروها عزوة لكن أنا برضو عايز أقول حاجة إحنا برضو بذكر الثقافة الغذائية يعني لما جيت بدور على الثقافة التغذية في الحوامل لقيت إن في وزارة الصحة مثلاً في السعودية ما كتب الصحة عاملة زي صور رشادات بتعلقها وبتوزحها على ستات الحوامل فيها كل اللي احنا بنقوله ده حلوة يعني فيها هي محتاجة قد إيه سعرات فيها إيه اللي ممنوع وإيه اللي ممكن تاكله وإيه اللي ما تاكلوش تنام إزاي يعني تنام مثلاً على ناحية يعني كل إرشادات اللي هي مفهوطة التباحة الحامل لإن حالياً كل الدول بتهتم بإن أنا أطلع جيل الجيل ده يكون عنده صحة جيدة وفي نفس الوقت الأم دي اللي أنا محتاجها إن هي تنزل شغلها وتبقى صحتها كويسة بعد الحامل فإزاي هي تقدر تحافظ على صحة جيدة؟ عايزة أطلع من حاجة طلب ممكن بقى على الهواء كده دبسك في حاجة إحنا عايزين لو تسمحيننا في أي وقت يكون فاضي عند حاجة إن إحنا نزول المركز بتاعك ونشوف الكلام ده على أرض الواقع يعني ممكن نقابل نشوف حاجة إيه جديد في علم الأجهزة بتاعت التغذية أو النحافة والسمنة ونلتقي مع بعض العينين نشوف بقى تجارب عملية عشان نبقى ربطنا الجانب النظري بالجانب العملي وخلينا نقول إحنا وقفنا النهاردة عند حتة الست خلاص ولدت عايزين بقى نتكلم على مشاكل السمنة بعد الولادة وعايزين نتكلم عن الرضاعة والولادة بس ده يبقى في حلقة قادمة أن نرتبع مع حضرك بس حاجة توعدين أن إحنا ممكن نزول المركز بتاعك أكيد تنوروني بصد دكتور هيدة الوقت عادت بيجري زي الفريرة وأنا والله والله بجد أنا فعلا بعاية شكرك على المعلومات اللي أنا بأخدها يعني أنا بأبقى في الولادة ده أستفيد بالمناسبة بستنصر عليك أنا نكمل بقى المرة الجاية طبعا الولادة الكيسرية ولا الطبيعية أفضل ومشاكل كل واحدة منهم بتتعالج إزاي موضوع كبير لأنه هو الموضوع في منتقى الأمان حاجة تتكلمي على أجيال يعني حاجة الموضوع اللي بيكلم فيه النهاردة ده بنتكلم على أجيال بعد كده أجيال هي تقود بلد تقود اقتصاد بلد تقود ساسة بلد الدكتور هيدي أنا بجد الوقت عندك بيمشي زي الفريرة ولكن أنا دايما باني معاك على عامل نحن هلتقي تاني خلاص أنت بيتي بقى مستشار التغذية عندنا في البرنامج في آخر الفقرة اللي أنا الدكتور هيدي بشكر الدكتور هيدي مراد أخصاء التغذية العلاجية ومستشار التغذية في برنامج صحتك صروتك استنونا بعد الفاصل هنلتقي مع حاجة تخص صناعة الدواء ونقيب العلمية في جميع المساة العربية فاصل ونوصل